جددوا العراق رفضه للتدخلات في الشؤون الداخلية لسوريا حالة من التيه تصيب جامعة العرب فمن جهة هي لم تحقق وللحد الأدنى من أهداف شعوبها العربية ومن جهة أخرى تثير المشكلات بين أعضائها ومع محيطها الإقليمي بدون أن يتضح لأحد ماذا تريد بالضبط هذه المنظمة العربية أم هي منظمة مصرية بحكم أنها دولة المقر فيتغضب لغضبها وترضى لرضاها دون اعتبار لمصالح العرب تركيا الدولة الإقليمية الأكثر قربة للعرب مكانا وتاريخا ومصالح مشتركة تريد الجامعة العربية اليوم أن تجعلها عدو في الحيثيات الخشة من انتقاص سيادة بشار الأسد ذلك الحاكم الذي ثار الشعب ضده وأسقطت جرائمه شرعيته للدرجة التي أجبرت نفس الجامعة العربية لتجميل أضوية سوريا لم يقتنع الأتراك بما ساقته الجامعة العربية ورأته انحيازا مع الإرهابيين الذين تحاربهم لكنها أيضا كانت أكثر عقلانية ففصلت بين الجامعة العربية وشعبها الذين قالوا بوضوح أن الجامعة لا تمثلهم ماذا تبقى للجامعة العربية إذن؟ وقد بدت ضد نفسها إقليميا وعربيا وهل صارت تقود نفسها للإنهيار العظيم حين تنعزل عن محيطها وحاضنتها لتدو قريبة فقط من سماسرة صفقة القرن المزعج في كل ذلك أنها لن تنهار وحدها وإنما سيلحق الأذى حتى بشعوبها اشتركوا في القناة